موسيقى السلام عليكم اليوم ترى مضاق هذه الفرن الفمارس استعمال اليوم الطلق يوم 32 بعد استعمال الطلق 1 ميلي تحت الجلد هذا الارنب في عملية الميلي كما نلاحظه هنا اليوم تقوم بعملية تنقية الجراء لنفس الوقت يجب أن تكون المربي عنده طرف نساعده في عملية تنقية ونتفنى شوية شعر من الارنب ونضعه في الجراء وتكون عملية تنقية نشوفه مع بعض كل المرحل ناعم هذا من الأمة يتنقي ندخل هذا وجارو خارج هنا وهي تنقي في الدوزيام نشوفه هذه كما تشوفه هذه كتلة اللحم اللي هنا هذا الخارج هنا ما زادت المسكر عليه هنا لازم تتنح هذه الفقاع الأمامية لازم تتنح على الأرنب بها يقدر يتنفس ونشوفها ضنجران ومامو نقطة وهذه اللي هنا المشيمة هذه رانية كلها الأرنب مروم هنا في هذه اللحظة كتشوف عملية الميليات كما هك نشوفه أولا تدخل الأم رغم مباشرة تروح للصغار تبدو تلحس في الصغار لاحظوا معي هذا الجارو او دجا حطة المشيمة ثم تبدأ عملية تنفس عنده سيتقوم الأم بعملية التنقية قوم تنقية الجراء من الدم وماء إلح وهي رأى تأكل المشيمة تعوي رأى تأكل هالأرنب غنية بالفروتين مجرد أنها تكمل أي جارو تحاول أنها تقوم بعملية الرضا نحن نخلوها ندمها كما هكذا يتخدموا حدها وإذا استدعى الأمر نبدأ نحكمه الجراء معنا نبدأ نقوم بعملية تنقية معنا ما نشرح ينقلوها هتنتكمل العملية مع بعض لاحظوا هنا ما تتقلق شي صديقي كتشوفها معفسة على الشرف هذا الجارو خرجه جديد هذا معفسة لي هنا عاو يتحرك عاو يتولي له لاحظوا هذا هو الطرح مباشرة لا أخرج كتلة واحدة أما أننا نستعملنا الطلق عملية الميضات تكون سريعة هي في الطبيعة فالأم يكون مدى من الزمان أما أننا نستعمل الطلق تكون الجراء تنزل بسرعة أين الأم لا تصل إلى أنها تنقي كامل الجراء أين يكون لازم تدخل المربي هذا ما زال بدم وما زال خارج وهذا ما زال جاء ما زال تخرج لا أركزوا معيهم أن نقوم بسرعة هذا هو واحد هنا تطرح في الثاني ركزوا معي نشار في ذلك كانت الصورة واضحة هنا هتقوم بعملية تنقية اجراحها بنفس الوقت. الامر صعب نوعا ما. لاحظة معي هنا. لاحظة هنا هي الامر كما راكم ترونه. البطن انتحها كان حركة في البطن. هذه الحركة ستقوم بعملية تكمح نسمى هذه زحيم. هي خرجت هذه الكتلة على اللحم التي نزلت. هي المشي من انتها الصغير. والان المومون ينزلت صغير. المشي ما اخرجت. ركز معي. هيا هنا تطرح الصغير. مباشرة راحب لعملية تنقية عملية تنقية عملية تنقية عملية تنقية عملية تنقية. نصد. او. او. لاحظة فيه. انها هي ذغطة عليه تحس انها ذغطة على الصغير. على القبص. انا يا نورمال. هذا امر عادي. وجد مش خطر عليه. بعدة ما شاء الله بها تأخرت في البيئات حتى اليوم اثنين وثلاثين اليوم عدة اثنين وثلاثين ابتداءا يوم التطعي تبدأ تتمدد هاكل الام هناكين مرحلة راحة هنا ما زال تطعي تطعي هيا ننجو قطرة تقوم في نفس الوقت كما تشوفو راح تقوم بعملية تنقية السرعة صغير اخر تدير لحباط او تحت البطن او اثنين اثنين ها يتاكل في المشي ما يتاكل فيها الام هاي الام كلت المشي المعراء غنية بالبوتين ومليحة للام دوصا بعد ما يتاكل في المشي المعراء وهذا الصغير او هنا الصغير كما تشوفو هنا عملية الضغط عليه رغط على السلك هو امر عادي هنا يما تقلق ومزلت عاقت نشوفو هنا اسمحوا لي اينا الضرحة تمشي ما اخرى هنا رونا نتابعوا فيها لحظة بلحظة هذه الصغارة مازات القفص تتحرم ملاحسا انا مغضي هنا انا في عملية تصوير كي تكون مكش تصور ولا تظهر واقف معها الام اثناء الولاد حاول دائما انك ايجر ويخرج تساعد بام بعملية تنقية وعملية بناء العش وما الى ذلك انا اطلعت هنا يا الام وتاكل في المشي 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 تاكل لحم مباشرة نزال تطرح هذه مشي مها هذه الفضلة شفزة شكرا شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احنا لاحظة معي اتروح مباشرة للوجه تنزح كامل السوائل الموجودة على الانف وعلى الفن هذا الصغير يبدأ في عملية التنفس تنزح كامل السوائل الموجودة على الانف 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 رحيمان ما شاء الله 3 4 5 6 7 10 10 10 عدد فردي تمت عدد فردي و عدد زوجي في الجراء هذا موضوع خاص عدد موضوع طويل إن شاء الله قمنا بحلقة تحطوا فيها على عدد زوجي و عدد فردي ما شاء الله هذا الانتاج نقوم بعملية نتف الأم نحل من هذه الأم الشعر و نبني به العش إن شاء الله و نرجم مع بعض السلام عليكم و رحمة الله شكرا 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 شكرا